منحت جائزة نوبل للفيزياء لسنة 2021 لخابيرين في النمدجة الفيزيائية للتغير المناخية وهم الأمريكي الياباني تشوكورو مانابي والألماني كلاوس هاسلمان مناطفة مع عالم الفيزياء النظرية الإيطالي جورجيو باريتزي وحصل مانابي وهاسلمان على الجائزة عن النمدجة الفيزيائية لمناخ الأرض ولقياس تقلباته وتوقع الاحترار المناخية بشكل موثوق بها وفقا للجنة التحكمة أما باريتزي فنالها عن اكتشاف تفاعل الفوضى والتقلبات في الأنظمة الفيزيائية من النطاق الذري إلى المقياس الكوكبية